ما يصطلح عليه بقوات التدخل السريع أو قوات الكوماندوس هذه القوات النخبة الكفوءة المدربة تدريباً عالياً المستعدة للتدخل في اللحظات الحرجة لإنقاذ الإنسان الذي يضطهد الذي يكون قاب قوسين أو أدنى من أن يقتل أو تنتهك حقوقه الشيعة كما تعلمون أمة مستهدفة منذ 1400 عام الأمة التي تكون مستهدفة هكذا لا بد لها أن تتحرك وأن يكون لها ما هو بمثابة الدرع الوقائي الذي يمكنها من حماية أبنائها لماذا الآن هذه العوائل تحتجز 150 عائلة في أفغانستان على وشك أن تبد وأن تنتهك أعراضها سبايا يأخذونهم ولا يوجد هناك قوة شيعية تستطيع في نفس اللحظة أن تسافر وتنزل هناك بالسمتيات أو بأي وسيلة من الوسائل وتتدخل تدخلاً سريعاً على نحو القوات الكوماندوس وتحسم المسألة وتستنقذ هذه العوائل في ظرف 24 ساعة نحن بحاجة إلى مثل هذه القوات التي تكتسب الشرعية القانونية بحسب القانون الدولي من خلال كياناً جغرافياً معينة أو كياناً ذو سيادة ترجمة نانسي قنقر